اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في باب صفات الذات من الكافي الشريف ذكرنا في الجلسة الماضية أن الله سبحانه وتعالى له صفات الجلال ما يعبر عنها بالصفات السلبية بمعنى سلب النقائص عنه فهو ليس بمركب ولا بجسم ولا يتصف بأي نقيصة من النقائص وهناك نوع ثاني من الصفات هي صفات الذات الصفات التي هي عين ذات الله لا فرق بينها وبين الله سبحانه وتعالى فهي صفات أزلية كالعلم والقدرة والحياة وهناك نوع ثالث من الصفات يعبر عنها بصفات الفعل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق فهو خالق الله خلق زيدا فهو خالق زيد ولم يكن قد خلق زيدا فهو ليس بخالق لزيد ورزق زيد فهو رازق ولم يرزق عمرا مثلا فهو ليس برازق عمر هذه الصفات يعبر عنها بصفات الفعل وهذه صفات ليست صفات أزلية وإنما تنتزع من فعل الله سبحانه وتعالى أما العلم والقدرة وسائر صفات الذات فهي صفات أزلية لا فرق بينها وبين الله سبحانه وتعالى وحينما البعض لم يلتفت إلى دقة هذا الأمر وخلط بين صفات الذات وصفات الفعل لذلك وقعوا في مطبات وإشكالات الله سبحانه وتعالى خالق زيد أو ليس بخالق زيد نعم الله خالق زيد هل هو في الأزل خالق زيد زيد لم يكن موجودا الله في الأزل لم يكن قد خلق زيدا ثم خلقه لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بزيد ومن الأزل يعلم بزيد فما هو الفرق أن الله سبحانه وتعالى من الأزل عالم بزيد ولكنه في الأزل لم يكن قد خلق زيدا وإنما خلقه بعد ذلك فهناك فرق بين هاتين الصفتين هذا الفرق عدم الالتفات إليه أوقع بعض الناس في متاهات وفي ضلال بعض الفلاسفة تصوروا أن الله سبحانه وتعالى خالق للأشياء منذ الأزل بمعنى أن الأشياء قديمة لا بداية لها وهناك بعض الناس وقعوا في الجانب الآخر تصوروا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما بالأشياء في الأزل وإنما حينما خلقها علم بتلك الأشياء بين إفراط وتفريط وسبب هذا الإفراط والتفريط هو عدم تمييزهم بين صفات الذات وصفات الفعل والصفات السلبية والأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا التوحيد الصحيح وبيّنوا أن صفات الذات هي عين ذات الله لا إثنينية بينها وبين الله وهي أزلية لأن الله أزلي لا بداية له كان الله ولم يكن معه شيء والله سبحانه وتعالى كان عالما لأنه جاهل يعلم بكل ما سيخلقه وكل ما يتحقق بل وهو عالم بكل ما لم يتحقق لأن علم الله سبحانه وتعالى أيضا كذاته لا حد له الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن قد خلق شيئا فكان الله ولم يكن معه شيء لأن كل الأشياء الأخرى هي مخلوقات لله لم تكن فلم يكن الله سبحانه وتعالى قد خلقها مع أنه كان يعلم بها ثم بعد ذلك حينما اقتضت حكمته أن يخلق الأشياء خلقها في أوقاتها إذن هناك فرق بينه الأئمة عليهم الصلاة والسلام ونحن في الجلسة الماضية قد بينا بعض الفروق بين صفات الذات وصفات الفعل ومن شأ صفات الفعل هو ذات الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته واختياره الله سبحانه وتعالى عالم وقادر ومختار هذه صفات من صفات الذات ولذلك لعلمه يعلم بأن المصلحة في خلق السماوات والأرض لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل شيئا إلا بمصلحة الله سبحانه وتعالى ليس أعماله عبث علم بأن المصلحة تقتضي أن يخلق السماوات والأرض فبقدرته واختياره ليس كالعلة المضطرة النار علة مضطرة حينما النار موجودة الحرارة أيضا موجودة بمقدار تلك النار النور بمقدار تلك النار موجود علة مضطرة لذلك النار لا تنفك عن الحرارة لكن الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار فليس هو كالعلة المضطرة بحيث أنه لا تنفك آثارها ومعاليلها عنها هذا الحديث الأول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين هذه الحقيقة يبين بعض صفات الذات وبعض صفات الفعل وبعض الصفات السلبية التي ينزه الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف بها يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الإمام الصادق لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته الله سبحانه وتعالى الذي هو الرب في الأزل موجود وعلمه موجود لكن لا اثنينية بين علم الله وبينه نحن الآن نحن البشر بين علمنا وبين ذاتنا أكو اثنينية لذا حينما نولد لا نعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله سبحانه وتعالى جعل لنا وسائل العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فالطفل حينما يولد يرى ويسمع وله فؤاد بالتدريج يتلقى المعلومات ثم بعد ذلك الإنسان حينما يصل في مرحلة متقدمة من العمر قد يصاب بمرض نسيان المعلومات الزايمير فبالتدريج ينسى معلوماته لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكذلك نحن الإنسان العادي كثير من الأحيان ينسى معلوماته يعلم شيئا ثم ينساه أو يغفل عنه فبيننا وبين علمنا اثنينية نتصف بهذا العلم أو نفقد هذا العلم لكن الله سبحانه وتعالى لا اثنينية بين ذاته وبين علمه العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى هذه ذات بسيطة الذات الإلهية وصفات الذات لا فرق بينها وبين تلك الذات وتلك صفات الذات هي العلم العلم عين ذات الله القدرة عين ذات الله الاختيار عين ذات الله الحياة عين ذات الله وكل صفات وكل صفات الذات ترجع إلى هذه الثلاثة أو الأربعة يعني الله سبحانه وتعالى سميع ما هو معنى السميع هل كسمعنا الله أجل من ذلك أن يحتاج إلى آذان كآذاننا وأن يدخل أو تدخل الأمواج الصوتية في ذاته لكي يسمع الأصوات هذه حالة البشر الذي هو جسم يحتاج إلى آلة تسمى الآذان والأمواج الصوتية تدخل في الأذن وحين ذاك الإنسان يستمع على الأصوات ويسمعها لكن الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك أن يدخل في ذاته شيء هي الأمواج الصوتية مثلا أو يحتاج إلى أذن الله غني عن كل شيء فمعنى السميع في الله سبحانه وتعالى هو العلم بالمسموعات يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بجميع الأصوات ما من صوت أو لفظ في هذا الكون من يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما في القيامة يجري والمحشر وما يكون يتكلم به أهل الجنة أهل الجنة أو أهل النار إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى من الأزل فالسميع هو العالم بالمسموعات فالسميع صفة ذات لكن مرجعها إلى العلم الله بصير بأي معنى هو بصير نحن بصرنا بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا العين والأمواج النورية الجزئيات النورية هذه تصطدم بالأشياء ثم تنتقل إلى أبصارنا والعين آل وجهاز للإبصار بمعنى أن العين تنقل هذه الجزئيات النورية الأمواج النورية إلى الدماغ فحين ذلك الإنسان يرى الأشياء زين الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحتاج إلى عين وأن يدخل في ذاته الأمواج النورية لذلك الله سبحانه وتعالى حينما نقول بصير بمعنى علمه بالمبصرات وإذا في القرآن الكريم أطلق العين على الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له عين كأعيننا فإن الله ليس كمثله شيء وإنما بمعنى علم الله سبحانه وتعالى ورعاية الله نقول فلان يكبر على عيني بمعنى أنه تحت رعاية ولتصنع على عيني يعني تحت رعاية الله سبحانه وتعالى رعى موسى وهو في بيت فرعون وهكذا ما ذكرناه سابقا حينما الله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد أو لما خلقت بيدي الأيد جمع اليد الأيدي جمع اليد واليدان جمع اليد اليد واليدان والأيدي في الاستعمالات المتعارفة تستعمل بمعنى القدرة يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات بقدرته خلق آدم بقدرته فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى بصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات فإذن قد هنا يتساءل أحد الناس أنه لماذا إذا كل صفات الذات ترجع إلى العلم والقدرة والحياة والاختيار لماذا التكثير من هذه الصفات يعني إذا السامع والبصر في الله سبحانه وتعالى هو العلم بالمسموعات وهو العلم بالمبصرات فكان يقال أن الله سبحانه وتعالى عليم لماذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلم ثم وصف نفسه بالسامع ثم وصف نفسه بالبصر ثم وصف نفسه بالحكمة والحكمة أيضا علم ووصف نفسه بالخبير والخبير هو معناه يرجع إلى العلم الجواب على ذلك أنه هناك بعض الناس ينكرون بعض الأمور بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فلردهم احتيج إلى التخصيص بالذكر هناك من يتوهم أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع صوات العباد لذلك في ردهم الله سبحانه وتعالى لطفا بالعباد وهداية لهم ذكر أن الله سبحانه وتعالى سميع فلا تتصور أنه إذا أنت تهمس وتتكلم بخفية إن الله لا يعلم به بعض الناس يتصورون أو كانوا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى لا يرى الأشياء إذا في مكان لا يوجد فيه أحد افعل ما شئت ولا يراك الله سبحانه وتعالى فهنا لطف الله سبحانه وتعالى على العباد كان سبب في أن الله سبحانه وتعالى يختار لنفسه اللافظة البصير ليصف نفسه بالبصير حتى لا يتوهمن أحد من الناس أن الله لا يعلم بما يجري في الزوايا وفي الخفايا الله سبحانه وتعالى وصف بالصدق لماذا وصف الله سبحانه وتعالى بالصدق هذا رد على المشركين الذين كانوا يكذبون بالقرآن ويقولون أن هذا القرآن حديث مفترى فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى بالصدق يعني الله سبحانه وتعالى اختار هذا الوصف لنفسه ردا على هؤلاء المشركين إذا وصف الله سبحانه وتعالى بالمتكلم طبعا هذه من صفات الفعل أيضا لذلك ردا على من يتوهم أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابا ولم يتكلم مع أنبيائه فرد على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وكذلك تكثير هذه الصفات ببيان الخصوصيات يعني نفس صفة الله التي هي العلم ألفاظ مختلفة وأصاف مختلفة وصف الله سبحانه وتعالى بها وهي في الحقيقة العلم لأجل امتلاء النفوس من هيبة الله ولكي يرحبون الله سبحانه وتعالى حينما تذكر هذه الألفاظ وفيها جزالة وفخامة الإنسان عندما يستمع إلى هذه الألفاظ رحبة الله سبحانه وتعالى تكون في قلبه وهيبة الله سبحانه وتعالى تكون فلذلك هذه الصفات صفات الفعل كلها مرجعها إلى صفات الذات وصفات الذات مرجعها إلى ذاته البسيطة غير المركبة لكن تعدد هذه الصفات لأجل هذه العلل وأحيانا لأن نبوة الأنبياء متوقفة على بعض هذه الصفات يعني مثلا نبوة موسى متوقفة على أنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه فهذه الصفة ذكرت بالخصوص لأن نبوة الأنبياء مبتنية عليها فإذن تكثير هذه الصفات مع أن مرجع صفات الفعل إلى الذات وصفات الذات هي عين ذاته لا فرق بينه وبينها هذا التكثير في الوصف إما لأجل الرد على المنكرين أو لابتناء نبوة بعض الأنبياء على بيان تلك الصفات فكان الناس بحاجة إلى أن يبين الله سبحانه وتعالى تلك الصفات أو لأجل أن يمتلئ أن يمتلئ قلوب الناس من هيبة الله سبحانه وتعالى هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم العلم ذاته ولا معلوم يعني الله عالم لكن المعلوم ما موجود لأنه في الأزل الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيخلقه وعالم بكل ما سيجري وعالم بكل أفعال العباد ولا توجد في الأزل سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا إنسان لكن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم مع عدم وجود المعلوم هل يمكن أن نعلم بشيء غير موجود لكنه سيوجد الجواب نعم نحن نعلم بأن الشمس غدا ستطلع نعلم بذلك نعلم بطلوع الشمس غدا لا أحد يشكك في ذلك لكن الآن حينما نعلم هل هناك طلوع للشمس في يوم غد كلا ولكن نعلم نحن نعلم أنه الخلق سيحشرون والله سبحانه وتعالى سيحيي الأموات في يوم القيامة ويحاسبهم زيان الآن يوم القيامة موجود كلا هذا أمر مستقبلي نحن نعلم به فعلمنا موجود مع أن المعلوم غير موجود وكذلك الأمور الماضية التي انتهت نحن نعلم بأنه قبل ألف عام مثلا حدثت الحادثة الفلانية زيان هذه الحادثة الفلانية الآن بعد ما موجودة انتهت لكن علمنا تعلق بشيء قد مضى وقته مع أنه غير موجود بل كثير من الأحيان القاطع يتعلق بأمور غير موجودة يعني نحن في كثير من الأحيان نقطع بأمر غير موجود هذا بالنسبة لنا هو الجهل مركب يعني أنت جالس في الليل وتتصور أنه نهار تقطع بأنه نهار عندك علم مع أن متعلق العلم غير موجود بل هو خطأ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا خطأ في علمه لكنه يعلم منذ الأزل بالأشياء ولا معلوم بل يعلم بما لم يتحقق يعني الأمور التي لم تتحقق أبداً وأصلاً الله سبحانه وتعالى يعلم بها مع أنها غير موجودة فلذلك والعلم ذاته ولا معلوم هذا رد على بعض الأشخاص الذين توهموا بأن علم الله سبحانه وتعالى حضوري لأن الأشياء حاضرة لدى العالم وهذا معناه بأن كل الأشياء كانت منذ الأزل الله خلقها منذ الأزل وكل الأشياء كانت منذ الأزل وهذا مضافاً إلى كونه خلاف البديهة فإنه باطل عقلاً ونقلاً والسمع ذاته ولا مسموع يعني السمع الله سمع صفة السمع هذه من صفات الذات مع أنه لا يوجد مسموع يعني الله منذ الأزل يعلم بجميع الأصوات التي وجدت والأصوات التي لم توجد يعلم بها مع عدم وجود هذه المسموعات والبصر ذاته ولا مبصر كل ما يرى الله سبحانه وتعالى يعلم به منذ الأزل وهو بصير منذ الأزل بجميع الأشياء مع أنه لا يوجد مبصر منذ الأزل والقدرة ذاته ولا مقدور يعني الله منذ الأزل كان قادراً وقدرته ليست لها حد ولكن في ذلك الوقت لم يخلق شيئاً فالمقدور لم يكن موجوداً يعني مثلاً يعني مثلاً نحن السماء الأرض سائر المخلوقات هذه مقدورات يعني يمكن أن تتعلق بها القدرة بل تعلقت بها القدرة لكن منذ الأزل الله كان قادراً ولم يكن شيء لأنه لم يخلق شيئاً لم يستعمل هذه القدرة والقدرة ذاته ولا مقدور إذا أردنا أن نمثل مثال لتقريب الفكرة إلى الأذهان أنت ترى رجلاً قادراً لكنه لم يستعمل القدرة تقول هو قادر لكنه لم يستعمل قدرته هناك بطل يتمكن من رفع الأثقال إلى مئتي كيلوغرام مثلاً لكنه الآن جالس لم يرفع شيئاً تقول أنه قادر لكن لم يستعمل هذه القدرة طبعاً قدرة الإنسان هي صفة زائدة على ذاته لأنه كان عاجزاً ثم صار قادراً ثم يرجع إلى كونه عاجز لكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي عين ذاته بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فلما أحدث الأشياء لأن الأشياء حادثة لم تكن موجودة الله سبحانه وتعالى صنعها خلقها فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم يعني أنت لم تكن موجوداً الله خلقك فهذا المعلوم اللي هو أنت من الأزل الله سبحانه وتعالى كان يعلم بك وأنت لم تكن موجوداً ثم لما خلقك الله سبحانه وتعالى وجدت أنت لا أن علم الله تغير لا علم الله لم يتغير الله كان يعلم بوجودك قبل أن يخلقك ويعلم بوجودك بعد أن خلقك ويعلم بوجودك بعد أن يفنيك المعلوم تغير أما العلم لم يتغير يعني مثلاً كما مثلنا هذا المثال أنت تعلم بأن غداً الشمس ستطلع زينة حينما يحين الغد وحينما تطلع الشمس علمك ما تغير المعلوم تغير لم يكن طلوع للشمس فكان وبعد ذلك حينما تغرب الشمس حين غروبها علمك لم يتغير أن الشمس قد طلعت المعلوم تغير لذلك الإمام يقول فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم حينئذ وقع العلم منه على المعلوم يعني تحقق في الوجود ما كان معلوماً عند الله سبحانه وتعالى منذ الأزل فالتغير ليس في العلم وإنما التغير في المعلوم لأن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تتغير والتغير صفة نقص كما ذكرناه فيما مضى فعلم الله لا يتغير المعلوم يتغير الآن نحن نتغير باستمرار من طفولة إلى عمر الشباب إلى شيخوخة ثم الموت نحن نتغير لكن الله سبحانه وتعالى هو منذ الأزل عالم بكل هذه الحالات وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع الله منذ الأزل يعلم بالأصوات فلما وجدت تلك الأصوات تحقق ما كان يعلمه الله سبحانه وتعالى بتغير في ذلك المسموع لم يكن المسموع موجودا فكان وليس تغير في علم الله سبحانه وتعالى بالمسموعات ووقع البصر على المبصر كذلك والقدر على المقدور يعني الله سبحانه وتعالى منذ الأزل كان قادرا على أن يخلقنا فلما خلقنا تحقق المقدور وإلا القدرة لم تتغير الله سبحانه وتعالى كان قادرا على خلقنا وهو قادر على ذلك وسيبقى قادرا على ذلك إن جاز هذا التعبير الذي تغير المقدور وليست القدرة هنا الراوي لأنه ما كان يعلم الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل والصفات السلبية الراوي وهو أبو بصير هنا يسأل عن صفة اللي هي من صفات من الصفات السلبية ويسأل عن صفة أخرى وهي من صفات الفعل يقول هل كان الله منذ الأزل متحركا الجواب كلا التحرك صفة نقص والله سبحانه وتعالى ينزه عنها لماذا لأن التحرك معناه شنو التحرك معناه الوجود في المكان الثاني بعد أن كان في المكان الأول يعني نحن عندما نمشي عندما تخطو الخطوة الأولى ما هو الشيء الذي حدث أنت كنت في المكان الأول فلما خطوت خطوة تقدمت خطوة انتقلت من المكان الأول إلى المكان الثاني فالحركة هي الوجود في المكان الثاني بعد الوجود في المكان الأول وهذا معناه كون الشيء في المكان لأن الحركة معناها الانتقال في المكان والله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وليس في شيء من المكان الحركة سببها الحاجة لماذا نحن نتحرك؟ لأننا نحتاج إلى الحركة الله سبحانه وتعالى غني مطلق لا يحتاج إلى شيء حتى يحتاج إلى أن يتحرك وأيضا جهات أخرى ذكرناها فيما مضى فالحركة صفة نقص بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها تقتضي الوجود في المكان وخلو المكان الأول من الشيء وانتقاله إلى المكان الثاني والله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون في مكان لأن المكان مخلوق لله والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء والمكان لا يحيط بالله والله ليس في المكان هذا المكان صفة الأجسام والله ليس بجسم وأيضا الحركة للحاجة والله سبحانه وتعالى لا يحتاج أو الحركة للعبث والله سبحانه وتعالى أجل من العبث فإذن وصف الله بالتحرك هذا خطأ بل ينزه الله سبحانه وتعالى عن الحركة لذلك الراوي يقول قلت فلم يزل الله متحركا الله من الأزل كان متحركا الإمام يقول إن الله ليس بمتحرك أصلا أسلب الحركة من الله قال تعالى الله عن ذلك الله أعلى وأجل من هذه الصفة التي هي صفة المخلوقين الله لا يتصف بصفات المخلوقين وإنما هو الخالق وليس كمثله شيء تعالى الله عن ذلك إن الحركة صفة محدثة بالفعل يعني الحركة شنو هي؟ الحركة معناها أن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان آخر فهذا يقتضي تغير في الذات الذات في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر والله سبحانه وتعالى أجل من أن يتصف بهذه الصفات فمعنى إن الحركة صفة محدثة بالفعل أنها لم تكن موجودة ثم وجدت فهي من الصفات الزائدة على الذات فلا يمكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بها لا في الأزل ولا في غير الأزل لأنها صفة نقص وقد ذكرنا فيما مضى بحث الحركة والسكون هنا يأتي أبو بصير الراوي ويسأل قلت فلم يزل الله متكلما الله متكلم الجواب نعم الله متكلم لأنه الكلام من صفات الفعل لكن ليست صفة أزلية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق أنبياء فكلمهم أو أوحى إليهم بمعنى خلق الصوت أو خلق الوحي قلت فلم يزل الله متكلما فقال إن الكلام صفة محدثة والقرآن الكريم يشير إلى ذلك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث مقديم فالذي يزعم بأن القرآن قديم أو كلام الله قديم هذا يتعارض مع نص القرآن الكريم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون الله سبحانه وتعالى خلق القرآن فأوحاه إلى رسوله والرسول صلى الله عليه وآله بلغه إلينا إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية كان الله عز وجل ولا متكلم الله في الأزل كان موجود ما كان هناك مخلوق يحتاج إلى أن يكلمه الله سبحانه وتعالى أو يخلق كلاما لهداية ذلك المخلوق فلذا كان الله ولم يكن كلام كما أنه كان الله ولم يكن إنسان كان الله ولم يكن مخلوق فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن كلام فلما خلق الخلق لطفا بهذا الخلق ولأجل هدايتهم الله سبحانه وتعالى خلق الكلام وهذا سنتطرق إليه في موضوع قادم إن شاء الله بتفصيل أكثر هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين موسيقى موسيقى